اشتركوا في القناة افشا عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم الى النيجر بسبب ايجابية المسحة الطبية للسلاسة وتأكد اصابتهم بكورونا بالاضافة الى بيتسو موسماني المدير الفني الذي تعرض لنفس الاصابة قبل ايام وتغادر بعثة فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي اليوم الاحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونديب يوم 23 ديسمبر الجاري والتي تأتي في زهاب دور ال32 لبطولة دوري ابطال افريقيا وتوج الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا في النسخة الماضية بعدما حقق الفوز على الزمالك ليصعد الى بطولة كأس العالم للاندية المقرر اقامتها مطلع شهر فبراير 2021 وتشهد رحلة صفر الاهلي غياب الجنوب افريقى بيتسو موسماني المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا حيث تحدد نتيجة مسحته الاخيرة موقفه من الصفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادته للفريق في المباراة الاخيرة ووفر مسؤول الاهلي طائرة خاصة لصفر الفريق للنيجر وذلك لتوفير اقصى صبل الراحة لللاعبين اصابة عمر السلية ومحمد مجدي افشا ورامي ربيعة وتخلفهم عن الصفر للنيجر في دور الاثنين وتلاتين في دوري ابطال افريقيا ربنا يشفيهم يا رب ياريت تدعو لهم في التعليقات بالشفاء العاجل هم وجميع مرضانا وما تنسوش تعملونا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته